تنظيم بوكو حرام أبا إلا أن يعكر فرحة العيد بدمويته في دماتورا بنيجيريا فقد قتل صباح الجمعة ما لا يقل عن 13 شخصا وجرح 15 أخرون بالقرب من مكان كان مخصصا لصلاة العيد طفلة صغيرة عمرها أقل من 20 سنوات اقتربت من إحدى نقاط التفتيش بالمحاذات من المبنى الحكومي وفجرت نفسها وبعدها في نفس المكان بداخل منطقة غومبي طفلتان تقلان عن عشر سنوات فجرتان نفسيهما العمليان نفذت في مدينة دماتورا عاصمة ولاية يوبي شمال شرقية نيجيريا وكان تنظيم بوكو حرام قد تبنى تفجيرين في سوق بمدينة غومبي أودية بحياة 49 شخصا من جهة أخرى قتلت 19 شخصا من عناصر بوكو حرام وجنديان تشاديان خلال مواجهاتنا الجمعة بعد الهجوم على موقع عسكري في قرية على الضفاف بحيرة تشاد ترجمة نانسي قنقر